دلوقتي لمقال لحظة الصدق للكتبة الصحفية الأستاذ إلهام أبو الفتح رئيس شبكة قنوات صدى البلد ومدير تحرير الأخبار بعنوان دكتور شوقي علام أشكرك وكتبت تقول أستمتع بأراء الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية وأتابعه دائما وهو واحد من علمائنا الأجلاء الذي يستطيع دائما أن يصحح العديد من المفاهيم الخاطئة عند بعض المسلمين الدكتور شوقي علام كما نعلم جميعا هو مفتي الديار ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم دعوني أتحدث عن الحلقة الأخيرة من برنامج اسأل المفتي من تقديم الصحفي والإعلامي المتميز حمدي رسق والتي تحدث فيها عن وجود الأنبياء في عهد الفراعنة وقال إن عدم العلم أو الوقوف على أثار توضح حياة بعض الأنبياء لا يدل على عدم وجودهم ليس من سلطة العلماء تكفير أي أحد الحكم بتكفير أي إنسان لا يكون إلا عن طريق القضاء ولا يتم إلا بعد التحقق الدقيق من الأمر ينبغي عدم الجزم وعدم الحكم على الناس بأن هذا في النار وهذا في الجنة لأنه من التألي على الله من لم تصله دعوة الإسلام الخاتمة لن يظلمه الله عز وجل فالله ليس بمعذب لأحد حتى يسبق إليه منه خبر أو تأتيه منه بينا